الشيء الذي يجب التأكيد عليه أن ما في ظل الأحادية القطبية وفي ظل قيادة وتزعم أمريكا للعالم لا يوجد من يقوم بأي شيء من دون تنسيق مع الأمريكا سواء تنسيق كلي أو جزئي أو تشاوري على الأقل فيه درجات ولا يمكن أن يحدث شيء من دون ظوء إما أخضر أو رمادي أو ظوء أسود من طرف الإدارة الأمريكية هذه حقيقة يجب أن نؤكد عليها وننطلق منها لذلك عندما ننظر إلى الظروف التي حدث فيها التدخل العسكري التركي في ليبيا نجد أن الطرف الآخر الذي يتنازع من أجل السلطة أو ينازع حكومة السراج السلطة ويتصارع معها ويتمثل في جيش حفتر فإنه كاد أن يسقط طرابلس كان على قابة قوسين أو أدنى من إسقاط طرابلس ولو سقط الطرابلس في جيش حفتر أو قوات حفتر أو الجيش الوطني الليبي كما يطلق عليه فإنه معناها أن الأمور استقرت لصالح حفتر ومن هنا معناه استقرار الأمور إلى الأطراف التي تدعم حفتر وفي مقدمتها روسيا معناها أن روسيا التي ضيعت بالأمس ليبيا لأن ليبيا كان النفوذ الروسي كان في ليبيا وبعدما خسرت روسيا العراق خسرت ليبيا ولم تبقى لها إلا سوريا فتمسكت بها وعذت عليها بالنواجد فأن روسيا تستعيد ليبيا لذلك من غير صالح الولايات المتحدة والدول الإقليمية أن يستقر الأمر إلى حفتر معناها أن الحليف الروسي هو الذي ينتصر ويبسط نفوذه مجددا على دولة مهمة من الناحية الاستراتيجية فهي منبع من منابع النفط والغاز ولديها أهمية محورية وموقعها استراتيجي في الشمال الأفريقي ولديها تواجد على البحر الأبيض المتوسط ومعناها ممر إلى الضفة الأخرى كل هذه الاعتبارات تأخذ بعين الاعتبار حتى في إسقاط مع أمر القذافي الذي لم يكن السبب هو الاستبداد كما يقال الفقط نعم هو نظام مستبد حقيقة ونظام تآمر على كثير من الأطراف استبد بالشعب الليبي حقيقة ولكن لم يكن الهدف هو الاستبداد لأنه لو كان الهدف هو الاستبداد لا أسقط أيضا نظام بشار الأسد الذي لم يكن لا يوجد نظام مستبد فوق الأرض مثل هذا النظام ولكن القضية تتعلق بمصالع استراتيجية بل أنه حتى المعطيات التي تحدثت أن القوات الفرنسية التي شاركت بصفتها رأس الحربة في إسقاط القذافي غادرت معاقلها قبل أن يتخذ قرار حلف الناتو بالتدخل العسكري في ليبيا